تحذير هام هذا البرنامج يسبب الإدمان هذا البرنامج رواه الشيخان فيه حدثنا فلان عن فلان عن علام فبأي آلاء عقلكما تكذبان حديث وتعليق تحب الكنافة؟ نعم جداً دي الكنافة بإيه؟ كنافة بالجبنة بالجبنة؟ ده من أروع ما أنتجته لبنان في آخر 500 سنة يا راجل ده غير مصرف لبنان طبعاً دي آخر حلقة في السيزن والناس طلبت في حديث وتعليق وعملنا لهم حديث وتعليق وإحنا مبسوطين بيها وطبعاً دي مش هتكون آخر آخر سيزن فخلينا نختمها بحاجة كده قولوا سبحان الله حديث كده تخليك تقشعر وتقول سبحان الله حنا أبتدي بحديث عن حسين عن عمر بن ميمون قال رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم بردو قرد رواحه قردان أنا مش فاهم المشهد المشهد والقردة ازاي ان القردة زنت يعني يتواصل مع القردة القردة ممكن يحدفه بعض بالموز عادي حاجات بتحسن يسألوا بعض بالطوب لكن لكن هو عرف ازاي نهي فان المشهد ده هو مشهد ان قردة زنت فهو برجموها عشان زنت ودلوقتي وهو بتقف شوف مدامة هي قردة وهم بيدربوها يبقى زنت المم Ahmed وهو قال درب رجم جارب انا معهم بيطبقوا الشريعة شوف resolution سبحان الله حتى القرى ده حتى القرى ده بتقيم حدود الله أنا مش عارف يعني لو بيقطعوا يد حد سرق ما ممكن صح بيجلدوا شوفناش قرد معطوا إيدو دي شوفناش قرد بيتجلد بيصلبوا برضو حد الحرابة قطعوا الأيدي وال جت على دي يعني كل الحيوانات بينطوا على بعض عادي شمعن القرى ده بالذات يعني الحياء يلا نشيه ده موجود في صحيح ده صحيح البخاري بخاري الله البخاري ده عسل عسل البخاري ده يعني بدونه إحنا ما كنش حناف نشتغل هو اللي كتب سكريبت بتاعنا محدش يزعل بقى ما هو ده من كتبكم انا حنحط في الآخر تأليف البخاري الكريدت كله رايح للبخاري صحيح مسلم بقى أيوة ما هو شيخان الشيخان البخاري ومسلم إذا سمعتم صياحة ديكة أو ديكة ديكة فاسألوا الله من فضلي قول يا رب بعطنا من فضلك وحيكك فإنها رأت ملكا أو ما بتصيح وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعودوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا هو الحمار بيطلع أصوات تانية غير النهيق نا هو بيينهق هو دا دايما طبيعة الحمار أنه ينهق إنه أنكر الأصوات لصوت الحمير بس برضو بيستنكر عليه إيه طالما هو بينهق لما بيشوف شيطان لأ هو حكاية تفضيل الديك على الحمار وتفضيل القطة على الكلب دا ثيم دايما بيرجع عند محمد إنه عنده حاجة أجمل من حاجة الديك دا اللي هو بتاع أداني الفجر إنه مختبط بحكاية أداني الفجر إنه بيصيح والصيح بتاعه إنه شاف الملاك بقى جاي وحاجة فيه حاجة فيه إيه براعم الإيمان بتتحرك وبتنبت لكن الحمار نزير شؤم وفيه حاجة سيئة حصلة أنا كبرت في قرية أحيانا الحمار لما بيشوف حمارة بينهق برضو ومن غير ما يشوف حاجة برضو وهو بيقول لك لا شاف يلا قول سبحان الله سبحان الله أيوه عن أبي هريرة منه لله قال كنا مع رسول الله أيوه إذ سمع وجبة يعني إذ سمع وجبة سمع بوم ها هي دي اسمها وجبة وجبة أه قال أتدرون ما هذا؟ طبعاً أمم مش هدرون الله هو رسول هو أعلى نحن نرده أنت أحد يعني قال هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين خريفاً ولسه نزل دلوقتي فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعره دلوقتي درب التحت فجماعة لازم تعرفوا أن النار دي كبيرة قوي عميقة جداً عميقة جداً وده حيخل وده المفهوض فأنتو لازم تخافوا أكتر انتو فكرنا أنها بتحرق بس لا دي كمان عميقة طب هاتفر ايه؟ طب الحجر ده كان محتوط في الجنب وجبريل نعب بيكد ودربه طب النار طب النار طب النار طب النار وليه من سبعين سنة هو كان لسه مش مولود حتى محمد عرفت ازاي انه صح من سبعين سنة يلا عن زينب بنت جحش بقى ما شاء الله على الأسماء سهر النبي ينابقى سهره مين جحش حماية الجحش ان النبي دخل عليها فزعا انا افتكرت لما شاف واحدة ماشية اه دخل عليها واسعت ويخش عليها متلهفا زينب بسرعة استني بسرعة زينب عشان شفت واحدة حلوة من الوقت دي بقى شايف حكا دخل فزعا قالت له تاني لا دخل ويقول لا إله إلا الله وقالوا للعرب من شر قد اقترب حلوة الكلمة دي بيل للعرب من شر قد وينكم يا عرب وين النخوة وين المروءة قالوا فتح اليوم من رد مياجوج ومياجوج مثل هادي وحلق بإصباعي الإبهام والتي تليها فقالت زينب بنته جحش فقلت يا رسول الله أنا هلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كتور الخبط طبعا الخلفية إن يأجوج ومأجوج دول قوم يعني فيه بيننا وبينهم سور وابتدوا هم يخرموا خرمة في السور فالإيه الردم ده اليوم عملوا قد كده قد كده فيعني معناها إن إيه عربنا ويأجوج ومأجوج حيطلعوا علينا وحياكلوا الأخضر واليابس من 1400 سنة كان قد كده ما يطلعوش ليه إحنا زمان كان عندنا يقولك ما تحفحوا شي في الأرض أحسن يطلعوا صينيين من تحت الأخضر لأن إحنا كان عندنا عتقات خاطئ إن الصينيين هم يأجوج ومأجوج عشان كتير شوفت بقى والفكرة تاع يا رسول الله أنا أهلك وفينا الصالحون قال نعم في لا تجر وزرة وزر أو صح وصور السن العظيم يقولك هو ده السور المعامول عشان يحجب الصينيين كلام فارغ في صحيح البخاري برضو عن أنس رضي الله عنه قال كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران فكان يكتب للنبي أسلم وكان كاتب للوحي فعاد نصرانيا رجعتين فكان يقول ما يدري محمد إلا ما كتبت له ما بيعرفش حاجة إلا اللي كتبته والقصة دي متكررة مع واحد تاني ما كانش نصراني عبدالله بن أبي السرح فاكر يعني مرة تقريبا كل واحد يجي يكتب للنبي يكتشف أنه النبي مش عارف هو كان بيقول إيه أصلا مش حافظه فأماته الله يلا يا حامد اتق الله قبل ما تموت فدفنوا فأصبح وقد لفظته الأرض آه الأرض مش طيقة فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه تقريبا هم اللي عملوها فعلا فحفروا له فأعمقوا فأصبح وقد لفظته الأرض برضو فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه يعني مشهورين بالعمال دي ما شاء الله السمع كويس فحفروا له وأعمقوا لو في الأرض ما استطاعوا فأصبح قد لفظته الأرض فعالموا أنه ليس من الناس فألقوه يا ساتر كان شيطان يا ساتر أشر ميتة شايف بيحصل إيه للمرتد هو محمد أي حد كان يكذبه كان يبقى ليلته سودا انت حاربني اعمل اللي انت عايش لكن انت تقول ان الرسالة بتاعتي دي مش عند ربنا وان انا مش عارف القرآن اللي بقوله هو كان عايز يقتل عبدالله ابن قبل السرحة عشان كده بعد ما كان بيكتب الوح فكان يضيف أي حاجة يجي النبي يقرأ مايكتشفش انه انه عبدالله بيقلف من دماغه فقال لك يا عم ده مش عارف بيقول ايه بيقول اي كلام وبينساه انا خايف بيني وبينك يا حام انا مرتد يدفنوني ومش عارف ايه وعملت حديث وطعليق وعملنا ايه وطعليق هيحصل لنا ايه يعني تاني يومي لقونا بره وانت حتكون ميت مش هتحس بحاجة بقى هم اللي يتصرف قال حولهم حرقوني يعني يدروني كده صح احسن حاجة احسن حاجة مش حل الى حل حدتني سعيد بن المسيب وابو سلم بن عبد الرحمن انه ما سمع ابو هرويرا ضروري يقول قال رسول الله بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها التفتت اليه البقرة فقالت اني لم اخلق لهذا حمل علي لي ايه كنا عزيارة في قبلها من دبرة ولكن انما خلقت للحرث اه فقال الناس سبحان الله تعجبا وفزعا ابقرة تتكلم فقال رسول الله فاني اؤمن به وابو بكر وعمر احنا الثلاثة بين اؤمن كده ان البقر بيذكر اه انه قالت لي واحد راعة ماشي وراها انه انه حصل ابو بكر حصل يا عمر بحصل بحصل وقال ابو هريرة واضح انه الحاجات دي بيقولها ابو هريرة كتير قال رسول الله اللي سرق الزكاة بينما راع في غنمي عدا عليه الذئب فاخد منها شات فطلبه الراعي حتى استنقذها منه اخدها منه فالتفت اليه الذئب وقال له من لها يوم السبع قال له يوم السبع يوم ليس لها راع غيري فقال الناس سبحان الله فقال رسول الله فاني اؤمن بذلك انا وابو بكر وعمر سبحان الله قادر على كل شيء بس ايه انا اللي استفدت ايه من الحكاية استفدت ان النبي احكي لك حاجة اصدقها قل سبحان الله قل سبحان الله وخلاص ان اي حاجة بقولها فيها حكمة فيها عزة حتى لو انت مش فاهم الحكمة ومش فاهم العزة اللي فيها قل سبحان الله مدام الرسول قالها حتتكشف لان يمكن بقى يجي بعد تسعمية تسعمية وعشرونية سنة يجي لك حاجة تفك رموزي للحديث العجيب ده لكن انت انت عشان مش مؤمن قلبك مش قاصب لم يذوق حلوة الامام اللي بيؤمن دي حلوة الامام بقى اللي بيؤمن بيشوف المؤاخذة الخراء ويظنه عسلاء اللي بيؤمن بيصدق اللي بيؤمن بيصدق اي حاجة للنبي بتاعه بيقولها له هو كده عشان دي اخر حلقة انا هزيد فيها شوية اكراما للناس عشان هما بقى بص 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 تعليقاته بص كده هنزيد فيها شوية مش هنختم يعني لا حنختم بس الاحديث دي ملهاش اي تلاتين لازمة عن ابي ده هو الاحديث اللي كانت كان لها ستين لازمة يعني ما جات على دي هات هات يلا عن ابي در قال النبي لأبي در حين غربت الشمس اتدري اين تذهب الله هو رسوله اعلم يا عم حاجم عليك والله انت بتضيع وقتنا رسول الله يعني ما تقول من الاول قل 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 ايه الشمس اذا غربت هو بيحب يسمعها بيحبها صح فانها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأدن فيؤدن لها ويوشك ان تسجد فلا يقبل منها وتستأدن فلا يؤدن لها فيقالوا لها ارجعي من حيث جيت فتطلع من مغرب هي كل مرة بتروح كل مدروح تحت العرش تقولوا انا مبسوطة في الحتة دي اه اطلع او لم تلعش انا عايز المكنة دي اطلع او لم تلعش اطلع او لم تلعش بيقول لها اطلع اطلع هيجي يوم حيقول لها ارجعي تاني ارجعي تاني سويتش هتكون بقى يوم كيسوت في اليوم دا يا رشيد يوم اللي تقوم الساعة الشمس تشرق من الناحية التانية يسا والجسسة تيجي وتعرف انت بقى فين قبولها وفين دبرها وتروح في ستين دا الجسسة الملعونة اه وجدتها 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 ختمنا هذا الموسم نلقاكم في الموسم القادم طبعا ستكون احاديث جديدة ونلقاكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة